أياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الفقرة التي تطل عليكم من خلال برنامج روافط والتي هي بعنوان تمارين أسرية نحرص من خلالها على تفعيل أفراد الأسرة في القضايا العملية في داخل المنزل ونحرص في مثل هذه اللقاءات أيها الإخوة والأخوات على زيادة المعرفة وبناء ثقافة تربوية أسرية نرجو أن تكون مفيدة لجميع أفراد الأسرة اليوم أيها الإخوة والأخوات لدينا شيء ثابت قد اعتدنا على تثبيته في هذا التمرين وهو اللقاء العائلي يقوم أفراد الأسرة بعمل لقاء عائلي يقرأ فيه شيء مميز تتناقش فيه الأسرة في بعض القضايا التي تهمها كل ما نريده منكم أنه بعد انتهاء هذا اللقاء تكتبون لنا تقريرا عن اللقاء تصفون فيه ما استفدتموه من اللقاء وغيرها من الأمور ثم ترسلوا ممهورة باسم ربي الأسرة وجواله لتصلكم إن شاء الله تعالى جائزة إضافة إلى القيام بالعمل الثاني الذي سنتكره في هذا اليوم في داخل الإنترنت ثمت مادة أرجو أن تكون نافعة هي بأنوان رحلة الطموح تتحدث عن الطموح وينصح بسماعها من قبل الشباب والفتيات في أعمار المتوسطة فما فوق كل ما أريده منكم أن تسمعوا هذه المادة أيها الإخوة والأخوات ثم تسجلوا أهم الفوائد التي استفدتموها منها ثم ترسلوا على الإيميل الذي يظهر في أسفل هذه الشاشة لنعيش بعد ذلك أجواء الفرح والسرور من خلال الجائزة التي تنتظركم لمن سمع الشريط أو سمع هذه المادة واستفاد منها فائدة أو أوصلها إلينا شكرا يا أخوتي على تفاعلكم الذي نراه ونلحظه منكم وإرسالكم لكثير من اللقاءات والفوائد التي استفدتموها من هذا البرنامج ومن المواد التي تطرح بين أيديكم أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وشكرا لحسن إصلاعكم وإستماعكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميحة الخيرية